بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين أخوة المؤمنين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لازلنا في بيان أهم المحطات في حياة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه وقد ذكرنا لكم أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه انبرى لنشر العلوم في الثامنة عشر في الثامنة عشر من عمره في الواقع أيها الأحبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه بدأ بنشر علوم آبائه وأجداده في حياة أبيه الإمام الكاظم عليه السلام تعلمون لو استقرأنا أن العلوم التي نشرت على يد الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه لو وجدنا أنها أكثر بكثير مما نشره الإمام الكاظم عليه السلام وهذا لا يعني أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه أن الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام لم يؤدي دوره لا بل أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه على ما حققه كثير من المؤرخين أن مجموع فترة الحبس التي تعرض لها الإمام الكاظم عليه السلام مجموعة فترات متعاقبة ليست سحبة واحدة بل أنه مجموع ما سجن به الإمام أربعة عشر عاما لذلك لم يعطى فرصة مثل ما أعطي الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه فجلس الإمام في زاوية من مسجد رسول الله يعطي تلك العلوم وكان في المسجد كثير من العلماء وقد نقل عنهم أنهم إذا تعرضوا إلى مسألة معقدة أحالوها إلى الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه وكان في ريعان شبابه فكان حاذقا وقل ما تجدون الآن في زماننا لو قرأتم الأبواب الفقهية في كل مسائل الدين قل ما تجدون أن بابا من أبواب الفقه وأبواب العقيدة وأبواب الأحكام لم ترد فيه عشرات الروايات للإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه فاستفاد الإمام من تلك الفترة تعلمون أن عمر الإمام صلوات الله وسلامه عليه على رواية كان خمسون عاما ورواية أخرى خمسة وخمسين عاما ومدة إمامة الإمام صلوات الله وسلامه عليه كانت عشرين عاما منها ثلاث سنوات أو أقل من ثلاث سنوات يعني بالدقة أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه تسلم ولاية العهد من المأمون العباسي يمد السنتين وستة أشهر أو سبعة أشهر قبل تلك الفترة كان الإمام صلوات الله وسلامه عليه يبين أحكام الله وينشر علوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلام لذلك نقول أن حياة الإمام كانت خصبة وقد استغلت تلك الفترة الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام منهم لم تعطى لهم فرصة مثلا الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه لقصر حياته الإمام لم يبقى كثيرا استشهد في فترة وجيزة فلم يعطى مساحة إلا أن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه أبدع في بيان علوم آل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام فكانت مسيرته العلمية مسيرة حافلة ببيان العلوم الإلهية كثير من الأبواب والشاهد على ذلك لو جئنا إلى هذا التراث العظيم لوجدنا أن عالما من أكبر من أكابر علمائنا ألا وهو الشيخ الصدوق الشيخ الصدوق محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القم أعلى الله مقامه الذي توفي سنة 381 للهجرة وهذا الرجل العظيم كتب فقط كتاباً ألف كتاباً من مجلدين من مجلدين كانت في الأخبار المهمة التي وردت عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه وسماه عيون أخبار الرضا وهذا العالم الجليل الذي يذكر أنه ولد ببركة دعاء الإمام الحج صلوات الله وسلامه عليه لأن والده لم يرزق بذرية وقد عاصر السفراء في الغيبة الصغرى وقد حثهم وطلب منهم أن يبلغ الإمام ليدعو له بالذرية وقد دعا له الإمام ورزق بهذا الشيخ العظيم الشيخ الصدوق وسمى كتابه عيون أخبار الرضا ما معنى عيون أخبار الرضا؟ أي أن تعلمون أن لفظ العين لفظ مشترك ينقل أنه له سبعون معنى معاني كثيرة ولكن العين بمعنى الشيء المهم يعني الجامع المشترك في العين الباصرة والعين النابعة والذهب وغيرها أنها شيء مهم لذلك أن الشيخ الصدوق صلى الله عليه مقامه كتب عن الإمام صلى الله وسلامه عليه الأخبار المهمة عيون أخبار الرضا في مجلدين ضخمين وكذلك ذكر كثير من العلماء عن الإمام الرضا صلى الله وسلم وعليه أخبارا كثيرة وقد اشتهر من أهم محطاته العلمية المناظرات التي قام بها الإمام الرضا الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام في محضر المأمون العباسي وقد يسأل سائل كيف أتاح المأمون العباسي للإمام الرضا وكيف أعطى المأمون العباسي للإمام الرضا هذه الفرصة وهنا قد يتبادر إلى بعض الأذهان أن المأمون كان رجلا يحب أهل البيت وكان منصفا إلا أن هذه القضية تشوبها كثير من الإشكاليات وفيها قضية غامضة أن المأمون العباسي أيها الأحبة كان رجلا ينهج منهج الاعتزال ما معنى منهج الاعتزال تعلمون أن المسلمين أن المسلمين الآن من غير الشيعة على منهجين منهم الأشاعرة ومنهم المعتزلة والمعتزلة هؤلاء لهم رأي الآن لا يوجد منهم أوذوا وطوردوا وعذبوا وشردوا وقضي على ذلك المذهب لكن عندهم في العقيدة من الآراء ما تتفق مع مذهب الإمامية الشيعة وكانوا لا يقولون بالتجسيم وكانوا يحكمون العقل في المسائل في التوحيد وفي غيره لذلك حتى نقف على هذه المسألة بشكل دقيق إن شاء الله نتحدث عن هذه المسألة في الحلقة المقبلة في محطة أخرى من محطات حياة الإمام صلى الله عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته اشتركوا في القناة